وهنا نقول كلمتين الأول أقول لكم شوية كواليس من اللي حصلت في الساعات الأخيرة وقال منها الأستاذ أحمد سالم بعض الأمور وهقول لكم أمور أخرى كان فيه جلسة أول مبارح في منزل الكابتن حسين لبيب جمعت أحمد فتوح بالكابتن حسين لبيب رئيس النادي وعمر الجنيني وأستاذ جمال العدل مع الكابتن طارق السيد والجلسة دي شهدت بعض الخلافات الخلاف الأول كان على مدة العقد وفتوح كان عايز ثلاث مواسم العقد يبقى ثلاث مواسم والزمالك كان عايزه يبقى أربع مواسم الخلاف كان أيضا على مقدم التعاقد فتوح كان عايز مقدم تعاقد كبير لكن الزمالك كان عايز يدفع بس من خمستاشر لعشرين مليون فقط طيب اليوم التاني حصل إيه؟ حصل إنه كابتن حسين لبيب وكابتن عمر الجناني وكابتن متحة أو الأستاذ متحة العدل جلسوا أنا كنت قلت له الأستاذ جمال العدل سواء أستاذ متحة العدل أستاذ متحة العدل جلسوا مع وكيل فتوح سمير صلاح وطفقوا على كافة التفاصيل المالية واللي تضمنت حصول فتوح على مقدم تعاقد هيصل من خمستاشر مليون لعشرين مليون جنيه والموافق على طلبه إنه التجديد يبقى لثلاثة مواسم مش أربع مواسم طبعا بخلاف ما توقع من الموسم الحالي بإجمال ما يقرم من ستين مليون جنيه في الثلاثة مواسم وتم الاتفاق على إن اللاعب ينشر بيان اعتذار زي ما حصل لجمهور نادي الزمالك ولإدارة نادي الزمالك قبل الإعلان رسميا عن التجديد خاصة إن اللاعب خلاص وقع بالفعل على أقود تجديده مع نادي الزمالك وهنا لنا رائش وهنا لنا رائش أنا يوم قرار نادي الزمالك عشان برضو كلامي تحسه رايح جاي يوم قرار نادي الزمالك بعرض التلاث لعبين للبيع بنكلم على أحمد فتوح محمد صبحي ومصطفى الزناري بعد ما سابه فندق إقامة الفريق أو معسكة الفريق قبل إحدى المباريات قلت إنه ده قرار تاريخي ويعيد الانضباط مرة أخرى في فريق نادي الزمالك خاصة إنه كان مجلس الإدارة لسه بيبدأ مهام عمله كمجلس إدارة جديد تمام؟ تمام هتقول لي دلوقتي كلامك تغير هقولك لا الزمالك خد قرار تاريخي ومهم بس في نفس الوقت اللاعب اعتذر وهكون صريح معاك أوش أنا زمان في أفوان الشباب وحماس الشباب كنت بقى أقول إيه حتى وأنا مشجع صغير ما لسه عندي 14-15 سنة اللي يغلط لازم يتدبح لازم يتبتر زي دلوقتي كتير من المشاجعين الصغيرين كانوا بيعملوا زي كلنا يعني لو أحد لما بيكبر وبياخد خبرات في الدنيا بشكل عام فبيكتشف إنه أي بني آدم في الكون في الكون يستحق فرصة أخرى يستحق فرصة أخرى ففتوح يعتذر وندم على ما حدث فكون بقى حد يدى الله تقول لك إيه لأ اللي عمله فتوح ده يستحق إنه يطلع بره ويتمي بره النادي ونمش عايب إيه وكلام العنيف قوي ده مفيش الكلام ده راجل اعتذر والزمالك تقبل واللعب جد لنادي الزمالك دا يه على حسن النواية خلصة الحكاية هنا تخلص هنا تخلص الحكاية على فكرة هشكيا سألت أستاذ أحمد سالب نفس الأمر عن محمد صبحي ومصطفى الزناني والله الاتنين فهموا إنهم كانوا غلطانين اعتذروا قديموا حسن نواية نادي الزمالك يا ألف أهلا ويا ألف ساعة دي نقطة قبل ما أخوا التليفون مهم جدا افتكروا كويس جدا إن أنا هنا في رقم عشرة في كل مرة كنت أطلع أقول لكم طارق السيد عفوا عشان أولي كابت فاسع معي أحمد فتوح موقعش لنادي الزمالك للأهلي أحمد فتوح موقعش للنادي الزمالك قررتاه في كل الحالات كان كتير ناس تقول لك أصلا موقع نادي الزمالك وشكيا باللاعب نادي الزمالك وأنا بقول لك إنه كانش فيه حاجة لا بين النادي الزمالك ولا فتوح إطلاقا ممكن كان يبقى فيه كلام من بعيد لبعيد بس كانش فيه خطوات رسمية لا بين النادي الزمالك ولا من اللاعب والدليل أن اللاعب اليوم رسميا مستمر مع نادي الزمالك لسلاسة مواسم قادمة